من الموجة التانية كمان وعشان لازم ننزل ونتعامل مع الناس سواء في الشغل أو دراسة أو أي تعاملات يبقى للمفروض نعمله نقوي مناعتنا وعشان كده سيليكس هيقدم لنا حماية سوداسية متكاملة 6 في 1 أعلى نسبة فيتامين سي أعلى نسبة زينك ألف وقمي جسرية حمد الفولك كمان فيتامين ه والسيلينيوم سيليكس بيعمل على تقوية وحماية كل خلال جسم ده غير تقوية الزاكرة والتركيز والنشاط وده مهم عشان الدراسة والشغل وآمن مع الأمراض المزمنة زي القلب والسكر والضغط وكمان آمن مع الحملة وحماية متكاملة لأم والجنين ونمو المصحين مش بس كده سيليكس مهم لمرضى الليوب الأنفية وفي الرياضة لأن طبعا محتاجين باور ونشاط وحيوية وكمان عضلات بدون دهور مع سيليكس لتغزية وحماية العين والشعر والبشرة والأظافر سيليكس ستة في واحد حماية سراسية طعم لذيذ شوكولاتة بودر بيدوب في الفم في ثواني وامتصاصه عشر أضعاف القرص ممكن إضافته على كوب لبن وما فيش مشاكل في البلع ولا المعدة سيليكس متوفر في السعضليات معتمد من وزارة الصحة المصرية مع سيليكس احمي نفسك وحلتك صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة وجمال أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج أنت الطبيبة طبعاً كما تعودتم أنه بيكون معنا في أولى حلقات برنامج أنت الطبيبة في حلقات برنامج أنت الطبيبة الدكتور أمير الحلواني ولكن الزرف طارق النهاردة هو مش موجود معنا وإن شاء الله ينورنا في البرنامج الحلقة القادمة بإذن الله النهاردة معنا الدكتور رامي عدلي أهلاً بحضراج الدكتور أهلاً بيك صوار خير صوار خير على كل الناس طبعاً النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جداً وهو جرسوم المعدة إيه هو جرسوم المعدة يا دكتور؟ الأول أنا بحابة أصبح على كل المشاهدين وصبح على حضرتك طبعاً صباح لك يا دكتور جرسومة المعدة هي عبارة عن بكتيريا تم اكتشافها حوالي سنة 1980 أو 1982 تقريباً يعني عن طريق اثنين من العلماء الأستراليين الموضوع كله كان مرتبط بأن بدأ يظهر حالات كتيرة جداً بتعاني من قرحة في المعدة وما بقاش كانش معروف إيه هو السبب بعد الأبحاث كتيرة عن طريق اثنين من الدكتورة الأستراليين دول واحد منهم كان متخصص في علم الأمراض والتاني كان في علم الجهاز الهضبين نجحوا في أن هم يكتشفوا حاجة زي كده وربطوا الاثنين على أن هم الاثنين دول دي وجود الجرسومة دي مرتبط بشكل أو بآخر بقرحة المعدة وفعلاً تم الاكتشاف اتعرف أن هي عبارة عن بكتيريا البكتيريا دي بيتيجي عن طريق تناول أي أكل من الأكل اللي ما يبقاش يعني يزوه درجة نظافة عالية قوي الإصابة بتيجي عن طريق طبعاً الفم بيحصل أن البكتيريا دي بتبتدي أنها تغزو الطبقة الداخلية أو نسيج الطلاقي لجدار المعدة ومن هنا بيبتدي يحصل زيادة كبيرة جداً جداً فيه إفراس حند المعدة ومش كده بس كمان ممكن نخش فيه قرحة إحنا معنا صورة يعني ممكن نعرضها نعرضي الكنترول يعرضينا الصور يا جماعة اللي هي بتاعة جرسوم المعدة بعد إذنكم أو اللسه طيب أسباب الجرسوم المعدة الأسباب طبعاً إلى الآن الموضوع قد البحث لأن إحنا بنتكلم على حاجة العلم فعلاً تعب جداً جداً عشان يوصل فيها لشكل أو بآخر بدرجات الإصابة السبب الأساسي أن إحنا عندنا عدوى جاية عن طريق الفم العدوى دي بتعمل لنا المشكلة بتاعة جدار المعدة السبب الكبير هي عدوى بكتيرية طبعاً حمض المعدة لما بيزيد وبيحصل زيادة في الإفراس بيدخلنا في كرحة الكرحة دي ممكن بعد كده تدخلنا في مشكلة ويحصل نوع من أنواع النسف ويبتدي الشخص ذات نفسه أو العيان يخسر بدرجة أو بأخرى كمية كبيرة جداً من الدم ويبتدي يخش في أعراض أخرى عن طريق الأنيميا والكلام ده كله أعراض الجرسومة فن حابب قبل ما أتكلم على الأعراض نحكي ككيس سيناريو أو كدراسة حالة يعني إحنا دلوقتي مثلاً أول عيان ييجي العيان ده ييجي يشتكي بوجع جامد جداً جداً في منطقة فم المعدة ودايماً الوجع ده مقرق وممكن الوجع ده بقاله فترة طويلة جداً الوجع ده ممكن يأخد له كيس فوار فكان الوجع بيتحسن يأخد له كيس من مضادات الحمودة فالوجع كان بيتحسن بس الوجع ده ملازمه الفترة طويلة الشخص ده لازم هيكون يعني عنده كذا باد هابت أو عنده كذا سلوك خاطئ في أكله وشربه عن طريق بيأكل جانج فود كبير كتير فترة طويلة بيأكل وينام بيقعد فترات طويلة جداً جداً بدون أكل وييجي بعد كده يروح واكل واجبة ده سيمة جداً الشخص ده ممكن يكون بيأخد كمية كبيرة من المسكنات كل الكلام ده بييجي الشخص ده بعد كده بيشتكي بألم في منطقة فم المعدة هنا الألم ده ممكن يكون مصاحب لمنطقة ما تحت الدلوع ومش كده وبس كمان ممكن ييجي العيان يشتكي بألم موجود فيه ضهره من وراء يعني احنا عارفين أن المعدة إذا كان المريء اللي هو المنطقة اللي بعد الفم بتبقى آخر جزء وراء العمود الفقري من وراء أول ده 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 أول كيس سيناريو القصة دي ييجي العيان بيشتكي بواجع جامل جداً مصاحب ليه حمودة ممكن في بعض الأحيان ممكن العيان يشتكي بصعوبة في النفس ما بيعرفش ياخد نفسه ده أول حاجة التاني عرض ممكن ييجي أو تاني كيس سيناريو أو تاني دراسة حالة يعني ممكن العيان ييجي يشتكي أنه عنده خسارة في الوزن العيان شهيته مقفولة وعنده خسارة في الوزن ملاحظة جداً يعني مش هاجي أقول ده أنا نزلت كيلو أو نزلت 2 كيلو لأ أنا باجي بقول أنه أنا نزلت أكتر من 3 أو 4 كيلو خلال فترة قليلة اللي هي تكاد تكون أسبوعين أو 3 أسابيع ده تاني كيس سيناريو تالت كيس سيناريو ده مشهور جداً كومن جداً في الكلام إن العيان ييجي أو العيانة تيجي تشتكي إنها عندها أناميا جامدة جداً والأنيميا مش بتستجيب لي أدوية الحديد أو الأدوية اللي فيها فايتامنز كتير أو حتى الأكل والشرب ده تالت كيس سيناريو هنتكلم في كل كيس سيناريو من الكيس أسدية رابع كيس سيناريو إن العيان ييجي يشتكي بألام جامدة جداً في بطنه وممكن يكون مصاحب معيها تغير في ريحة الفم بتبقى ريحة مش كويسة وممكن كمان ييجي يشتكي إن اللسان ذات نفسه أو منطقة الفم يبقى فيها زي قرح متكررة ومش كده بس كمان طبقة بيضة أو طبقة غمقة على اللسان إحنا نشوف صور لكل الكلام ده دلوقتي تمام؟ ده أربع كيس سيناريو كل اللي أنا قلته ده هي دي الأعراض الأعراض أولاً العين ييجي يشتكي بميل القيء أو تقيق في بعض الأحيان وممكن القيء دوت يكون مصاحب ليه مادة أو لون البني أو لون ما يشبه التهاب أو التقرح اللي موجود في جدار المعدن لون القهوة أو لون الداكن دوت لون الدم وممكن في بعض الأحيان العين ييجي يشتكي بكمية الدم كبيرة جداً جاي بيرجع دم أنا جاي بيرجع دم إيه هي طرق التشخيص يا دكتور؟ طرق التشخيص بتاعتنا فيه طرق إحنا بنقسمها يعني الطب دايماً يقسمها تنين فيه حاجة اسمها انفيزيف يعني حاجة عن طريق فحوصات ليه علاقة بقودة عمليات ممكن نخش وناخد بينجي ونشخص وفيه فحوصات بسيطة أول طريقة أو أشهر طريقة هو تحليل في البراز ناخد عينة من عينات البراز ونبتدي نحن نحللها ونقول إحنا بندور على الميكروب أو بندور على البكتيريا دية جوة البراز ده أول طريقة الطريقة التانية بنعمل حاجة اسمها تحليل النفس تحليل النفس ده بناخد مادة بناخد كابسولة أو بنشراب حاجة فيها مادة معينة لما بتتفاعل مع الميكروب اللي موجود في المعدة بنطلع الزفير في كيس كده معين بنقيس فيه نسب الكربون اللي موجودة وده بيشخص ده تاني طريقة بأول حاجة تحليل البراز تاني حاجة تحليل النفس تالت تحليل هو تحليل الدم وللأمانة التحليل ده ما بيفتش خالص 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 تحليل ده أوبصوريت تقريباً ما بيفيتش أي حاجة خالص التحليل ده بنقيس فيه نسب الأجسام المضادة جوه دم الشخص المصاب مش بيبقى مفيد وتقريبا يعني كل الدكاترة وكل أسات ذاتنا ما بيعملوهوش دلوقتي ده أول جروب الجروب التاني ممكن نشخص عن طريق حاجة اسمها منظار الفم أو منظار المعدة ندخل خرطوم طويل كده في نهايته كاميرا بنخش لغاية جدار المعدة وللأمانة دي بتبقى أكتر طريقة بتأكد وجود الجرسومة أو عدمها بنخش لغاية الأسنة عشر يعني مش بنكتفي كمان منها أن احنا بنشخص ومنها أن احنا بنتطمن على جدار المعدة بنتطمن على منطقة المريء ذات نفسها بنتطمن على بدايات الأسنة عشر أن ما يحصلش فيها أي مشكلة خالص كل الكلام ده بيبقى وسيلة من وسائل التشخيص وإحنا وجوه المعدة عن طريق المنظار بناخد عينة كده بسيطة خالص خالص قد ملي كده ولا حاجة وبنعمل بيها تحليل اسمه كلوتست التحليل ده بيبقى في وقته خلاص وبين شخص بيه لو كانت الجرسومة موجودة التحليل ده بيتغير للون الأحمر لو ما كانتش موجودة بيفضل باللون الأصفر أو اللون الأورنج اللي بيبقى موجود عليه وممكن في بعض الحالات تانية عشان نشخص أن لقدر الله مدخناش لقدر الله فيه أورام أو مدخناش في حاجة لأن الجرسومة من ضمن ترتيباتها على مستوى العالم وفي الجايد لاينز بتقول أنها ممكن تعمل أورام تعمل حاجة اسمها مالت لينفومة خلاص علشان ما نخشش في الكلام ده كله إحنا بناخد عينة عينة طبعا كل ما يكون إيرلي كل ما يكون الموضوع ده بالنسبانا كويس قوي ونشخص الجرسومة ونعالج الجرسومة تمام إيه هي طرق العلاج وفترة العلاج الدكتور المشكلة في فترة العلاج إن إحنا بقى عندنا اب يوزنج أو ميس يوزنج وعموما لاستخدام الموضاد الحيو هي بكتيريا تعالج عن طريق الموضاد الحيو إحنا بندي اتنين موضاد حيوة في نفس الوقت وبندي حاجة بتقلل حند المعدة أو حاجة من مصابتات البريتون عموما حاجة اسمها بروتن بامب انهيبيتور بنديها لفترة علشان تقلل إفراص حند المعدة بندي اتنين موضاد حيوة في نفس الوقت الفترة تقريبا من 10 إلى 14 يوم لو إحنا ملتزمين ما عندناش تاريخ مرضي لاستخدام خاطئ للموضادات الحيوية الموضوع بيفرق معنا جدا وبتكون نتيجة ممتازة يعني خلال الأسبوعين دول بنكون خلصنا كل حاجة وبيكون الشخص ذات نفسه زبط الدنيا خالص والدنيا ما بقتش فيه أي إصابة ورجع يمارس حياته الطبيعية بشكل ممتاز نصيحة لكل مريض أو مرضى الجرسوم المعدة نصيحة هي طرق الوقاية الأسباب لازم تتحول لوقاية عن طريق إن إحنا لو كانت المشكلة الأساسية في عدد غلط في يومنا إن إحنا هنبص الجرسومة بتيجي عن طريق إيه ولازم هنبعد عنها يعني أول حاجة إن إحنا نقلل على قد ما نقدر من الأكل اللي مش معروف مصدره ومش مرتبط دايما على فكرة الأكل بمكانه يعني ممكن يبقى المكان ذات نفسه حلو جدا جدا ومكان فاقم جدا لكن الكواليتي بتاعت الأكل ذات نفسها متأثر طبيعة الأكل موعيد وكميات الأكل كل الكلام ده بنسبلنا بيا فرق النصيح الأساسية استخدام المسكنات بشكل مفرط قوي كل الكلام ده بيأثر على جدور المعدة يعني خلينا متفقين على إن معادتنا هي أول بوابة بنستقبل منها كل حاجة لو كانت البوابة دي متأثرها ودايما فيها مشكلة ودايما بتواجه حاجات كتيرة قوي طبيعي إن إحنا هتبقى فرصة العدوى أو فرصة عدم احتمال أو إن الجهاز المناعي يواجه عدوى زي كده بتكون ضعيفة جدا فالعدات الأساسية نحاول إن إحنا نزبط كميات الأكل بتاعتنا ما نبقاش بنجوع لفترة طويلة ما نبقاش بنجبع لفترة طويلة لحالة الوسط ما بين الاتنين يعني الشخص أنا بيجي العين بيقول لي أنا بأكل مرة في اليوم لا ده مرفوض لا أكل أكتر من ثلاث مرات في اليوم إحنا معروف إن إحنا عندنا ثلاث وجبات أساسية واثنين سناكس موجودين الكلام ده لما بيبقى موجود بيفرق جدا الامتلاء لما المعدة بتحصلها امتلاء جامد قوي بتكون زيادة إفراز الحمد بتاع المعدة بتبقى جامدة قوي ما بلج بقى إن في عين أصلا عنده التهاب فبيبقى الحمد عنده مضاعف أو إفرازه بيكون مضاعف فبيكون الموضوع صعب قوي حقيقة فأول حاجة إن إحنا نزبط موعيد الأكل بتاعنا نزبط موعيد إن إحنا ما نبقاش بناكل والنام وبوشارة طبعا إحنا أغلب حياتنا كلها طول اليوم مطقنين في يومنا ونيجي بعد كده نروح إحنا واكلين داخلين على السرير اللي على طول دي عادي مش مظلوط دي كلنا بنعلم إنها بصراحة نقل الكميات الكافين اللي إحنا بنشربها مش قدر أقول يعني شخص حياته كلها بتبقى بيشرب 3 أو 4 كبيات نسكافية في اليوم و3 أو 4 كبات قهوة في اليوم الشخص دو هجي أقول له استوب ومتوقعتش حاجة زي كده أكيد هيقول لي مش قطر وإحنا حتى ما بننصحش العينين بتوعنا بالكلام دو لأ نقول له إنت ممكن تاخد كمية قليلة لو إنت بتشرب 3 لأ قللهم خد 1 ده هيفرق جدا التدخين بيفرق جدا زي ما قلنا الإمتلاء إن إحنا ناكل لغاية ما نشبع في ناس تفضل جعانا وتيجي مرة راح تأخ لغاية ما يعني تخلص كل حاجة الأكل اللي فيه شجر زيادة الأكل السويت بزادة سكريات مصنعة على فكرة الشخص اللي عنده الجرسومة ده دايما هيجي يشتكي بأنواع معينة من الأكل يجي يقول أنا بشرب اللبن بتعب في حين إن اللبن ده من ضمن الحاجات اللي بتادي بقى كل زبادي بتعب كل الكلام ده بيهيج معدته لأنه بيزود إفراصه في الموت بشرب نعناع بتعب كلام ده اللي هو بتتعبني البيبسي وكل مشتقاطه بتتعبني الجبن الرومي أو الجبن الحدقة أو الجبن اللي زو ملح سلطي بزيادة هتلاقيها بتتعبني المعجنات المسبك المقلي كل الكلام ده لازم يقول لو إحنا غيرنا الكلام ده وبدأنا إن إحنا ناخد الديلي لايف الأساسي ناخد كميات معينة من الخضار بشكل متوازن ناخد كميات معينة من البروتين بلاش بقى كله فرايد بلاش بقى كله مقلي ناخد حاجات ممكن تبقى مشوية أو كميات زد نفسها متوقع الزيادة ما ناخدش مسكنات كتير ودي الأزمة الأساسية للشعب المصري نهارده إذا كان يعني أغلب السيدات أو أغلب البنات دايما في شنطتهم فيه مسكنا خلاص وبكميات بإفراط ومش كده وبس كمان الرجال أسهل حاجة إن إحنا بالنسبة لنا ناخد إن إحنا مش عارف الكابسولة اللي جبناها ديت كان عندي صداع ضيعت واخد واحدة واثنين وثلاثة طيب أنا عارف المصدر ده بتاعي كميات الجرعة بتاعتها اللي ترى دي مسموحة ولا غير مسموحة كل الكلام ده بيفرق بيفرق كتير هي دي المشاكل هي دي الحاجات اللي بتخلينا إن إحنا نبقى عرضة لبداية تقرح وهرجع تاني وأقول إن الجرسومة عموما في ناس كتير مش مديل موضوع أهمية لكن بمنتغى الأمانة دلوقتي وآخر الأبحاث العلمية إن إحنا لازم نعمل إراديكيشن لحاجة زي كده أنا لسه كنت شايف حالة مبارح ولد سنه 30 سنة تمام 30 سنة وجاي بيشتكي بورم في معدته عملنا منظور وخدنا عينة والعينة مباينة إن فيه ورم سبب الورم ده إيه؟ ده إن فيه جرسومة يعني إحنا الموضوع ما بقاش كمان بيأثر على الديلي لايف بداعتنا أو الانشطة الأساسية بتاعتنا لأ إحنا كمان ممكن نخش في مشاكل أفضل بييجي بعد كده العين بيشتكي بحاجة اسمها مالتليمفومة وده بتبقى أنواع معين من أنواع الأورام الرخمة جدا وسببها الجرسومة الجرسومة ده وقت مصنفة على إن إحنا ده ميكروب أو بدي بكتيريا بتعمل أورام تمام ده الجايدلاينز أو ده التصنيفات العلمية بتقول الكلام ده الموضوع في بعض الناس ممكن تبتدي تبدأ كورس العلاج وما تكملوش وده بالنسبة لنا بتكون مشكلة لإننا بنعمل مقاومة من المضاد الحقيقة كل الكلام ده مهم جدا أنا عشان أقلي نفسي من حاجة زي كده أتأكد من مصدر أكل البيت ما فيش أفضل منه أاخد كميات معينة من الوجبات ما بقاش بأشبع ما بقاش بجوع ما بقاش بأاخد كميات من الكافين أو الكافينيت درينكس عموما لازم تبقى قليلة البيبسي ومشتقاته لازم تقل أبقى دايما فيه خضار فيهم أشرب كميات ماء هلاقي كل حياتي بقت مستقرة ومتزبط العلاج زي ما حرية كنت سألتني وما فضلت الده إحنا قلنا أن إحنا بندي اتنين موضوعات حيوية فيه أنواع كتير جدا دلوقتي على فكرة جيدلانز بدأت تقول كذا حاجة كان الأول متعرف عليه مادة كيراليسترومايسين مع مادة معينة إذا كان التنزلين أو غيره أو مشتقاته وبندي معي حاجة اسمها بروتون بومب زي أي مادة فعالة من اللي موجودين دلوقتي بقى موجود بقى فيه بروتوكولات جديدة دلوقتي بقى فيه حاجة اسمها بازمس بناخدها كل الكلام ده لازم يبقى يعني يختار عن طريق الحالة مش كل الحالات تنفع لأنها متعرف بأي حاجة بيجي لي عيام بيقول لي أنا رحت للصيدلية وداني العلاج الـ 14 ما فيش حاجة اسمها كده النهاردة أنا لازم أعود وأعرف تاريخ المرضي بتاعك إيه لأن فيه عيام ممكن يبقى عنده حساسية من مادة البنسالة مثلا وياخد الدواء اللي موجود واللي متعرف عليه ويبقى عنده مشكلة مع البنسالة بياخد الدواء ده عشان يعالج الجرسومة بيخش في حساسية من موضات حيبة حساسية من موضات حيبة دي ممكن لقدر الله تقدي لصعوبة في التنفس أو تخش في حاجة اسمها أنا في الأكسس ونخش في مشكلة كبيرة تمام فلاقيت مشكلة حساس أن الأعراض بتاعت المعدة عموما مستمرة زي ما قلنا في أول كيس سيناريو كان موجود أن أنا جايب أشتكب ألام في فم المعدة الألام دوت بيطلع معه حمودة جمدة ألام في منطقة الضلوع لون اللسان بيبقى متغير لون الستول كمان ممكن يبقى مقمئة شوية يبقى دارك بشكل كبير لقيت الأعراضي ومستمرة لازم ترجع على طبيبك المعالج تمام بنشكر حضرتك جدا 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 يا دكتور رامي عدلي رامي عدل استشاري الجهاز الهضمي هنطلع فاصل ونرجع نكمل معكم حلقاتنا إن شاء الله لو موجة الكورونا الأولى عادت عليك بسلام يبقى لازم تحمي نفسك من الموجة التانية كمان وعشان لازم ننزل ونتعامل مع الناس سواء في الشغل أو دراسة أو أي تعاملات يبقى للمفروج نعمله نقوي مناعتنا وعشان كده سيليكس هيقدم لنا حماية سوداسية متكملة 6 في 1 أعلى نسبة فيتامين سي أعلى نسبة زينك ألف أمي جسري حمد الفولك كمان فيتامين هي والسيليم سيليكس بيعمل على تقوية وحماية كل خلال جسم ده غير تقوية الزاكرة والتركيز والنشاط وده مهم عشان الدراسة والشغل وآمن مع الأمراض المزمنة زي القلب والسكر والضغط وكمان آمن مع الحملة وحماية متكملة لأم والجنين ونموه الصحي مش بس كده سيليكس مهم لمرضى الليوب الأنفية وفي الرياضة لأن طبعا محتاجين باور ونشاط وحيوية وكمان عضلات بدون دهون مع سيليكس لتغذية وحماية العين والشعر والبشرة والأظافر سيليكس 6 في 1 حماية سراسية طعم لذيذ شوكولاتة بودر بيدوب في الفم في ثواني وامتصاصه عشر أضعاف القرص ممكن إضافته على كوب لبن وما فيش مشاكل في البلع ولا المعدة سيليكس متوفر في السعادليات معتمد من وزارة الصحة المصرية مع سيليكس احمي نفسك وحلتك ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين معاكم حلقتنا وحوار نشايك جدا 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 مع الدكتور رامي عدلي وهيب استشاري الجهاز الهضم أهلا بحتيك الدكتور أهلا بيك أهلا بيك يا فهلا أعزائي المشاهدين معانا بعض الصور يريدت الكنترولي الجهاز هلنا يريدت مخرجنا يجهز الصور أنا عايز أقولك أن الجرسومة من ضمن الحاجات كمان المتعرف عليها تمام هي مشكلتها الأساسية أنها تنشط في المناطق النامية يعني المناطق اللي دايما تبقى مصدحمة المناطق اللي دايما فيها أسلوب الحياة ذات نفسه بيبقى متأثر تمام ومعنا برضو الصورة دكتور لو حضرك حاب تعال عليها احنا بدأنا كده الصورة دي دي صورة المنظار اللي احنا بنعمله الفرق ما بين الصورة اللي فوق ده يعني صورة طبيعية لنسيج طبيعي الصورة اللي تحت دي نسيج متأثر بسبب بداية وجود تكرح أو بداية وجود التهاب جامد في جدور المعدة وبنهايات المريء احنا بنعمل المنظار كده عن طريق الفم بنخش طبعا بالكاميرا بالخرطوم دي لغاية نهاية المعدة وبنخش كمان لبداية الإسنى عشر اللي الموجود صورة اللي بعدها دي صورة يعني بتوضح مدى التأثير الرهيب للجرسومة يعني الجرسومة دي هي الشكل اللي موجود بتقلب الموضوع دوت بتقلب الموضوع دوت عن طريق ان يبقى فيه مشكلة موجودة في جدور المعدة عن طريق زيادة الحموضة اللي موجودة يعني تمام صورة اللي بعدها بعد ازا احنا يعني الصورة دي صورة كده كاريكاتيرية بتوضح مدى التأثير اللي موجود من الجرسومة يعني هو بيقول ان الـ H-Pylori او الـ Helicobacter pylori او الملوية البابوية دي كلها اسمها او الميكروب الحلزوني للمعدة هو بيخش عن طريق الفم وممكن يصبب ان الشخص دوت من زيادة الالتهاب او زيادة الحموضة يبقى الشخص بيرجع توصل لجدار المعدة وتبتدي انها تعمل تقرح المكانين دول هما الاماكن اللي ممكن يحصل فيها التقرح دوت والكاريكاتير كده بيوضح انه ممكن يكون فيه بداية التقرحي ودم كمان موجود في المعدة تمام ده شكل الميكروب هو بيأثر جدا على نسيج الطلاق الداخلي وبيزود فيه السمك بتاع البطانة نسيج الطلاق بتاع المعدة بتبقى بالشكل دوت وممكن توصل لقرحة وده يبقى شكل القرحة اللي موجودة اللي بنشوفه بالمنظار زي ما احنا شايفين الصورة كده قدام طبعا يصور علمية مش سوى اللايب بس عشان نبسط الموضوع بالنسبة للمشاهدين والنسبة المرضونة تمام الصورة اللي بعدها ده شكل الجرسومة بقى يعني عينين كتيرا وبيقولي دي دودة لا هي مش دودة هي عبارة عن ميكروب الميكروب ده عبارة عن بكتيريا مش اكتر من كده يعني حاجة لطورة بالعين يعني مش هنلاقيها يجي لعين يقولي حالك شوف تقف بطني هي دي بتاكل هي لا هي متحولش الكلام ده خالص طبعا من كتر القلق اللي حاصل عليها بقى فيه فوبيا احنا ولا بنزود الموضوع ولا بنقلل الموضوع لازم بيبقى الموضوع كله في اطاره الطبيعي مش اكتر من كده ده بيقى شكلها ايه شكلها بالضبط كده حاجة بتخش جول بطني ده خلال المعدة بحيث انها تزود الالتهاب اللي موجود ده شكل سجنيفكنت جدا او شكل مميز قوي للسان العين دوت هو بيجي اللسان متغطي بتبقى بيضة بالمنظر ده ويمكن فيه صورة تانية كمان هتبقى اوضح بكتير قوي الشخص ده بالضبط اللسان بيبقى جاي وممكن كمان يبتدي يشتكي بقرح متكررة بتبقى موجود الهوم ميسج بتاعتنا او الرسالة الاساسية اللي احنا بتتكلم فيها جرسومة المعدة هي ميكروب موجود موجود تقريبا تم اكتشافه بحوالي سنة 1979 ل82 عن طريق اثنين علماء استراليين الجرسومة هي عبارة عن ميكروب بكتيريا بتعمل مرض مزمن التهاب مزمن في جدار المعدة ممكن الموضوع ده يوصل لمرحلة انه يعمل كرحة في المعدة ممكن يوصل لمرحلة انه يعمل حاجة اسمها لقدر الله حاجة اسمها مالتلينفومة او زي ورن موجود في المنطقة المعدة طرق الاصابة بتاعتها عن طريق الفم عن طريق تناول اكل مش كويس مش نظيف طريق شرب ميا مش ملوسة العلاج او الاعراب بتاعتنا بيكون فيه تجشق بيكون فيه ميل للقيق بيكون فيه حموضة وحرقان بشكل صعب قوي صعوبة في التنفس بعض الأحيان أنمية موجودة ممكن يكون فيه واجع في البطن وتكون فيه امساك العلاج عن طريق تزقع نشكر حضرتك جدا جدا يا دكتور نواطنا إن شاء الله تدورنا في برنامج أنت الطبيبة دايما بإذن الله ربنا يخليك شكرا للدعوة شكرا للسادة المشاهدين شكرا جدا جدا أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع نستكمل حلقتنا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم